أهلا بكم يا كل متعلم اللغة الفرنسية وخاصة المهاجرين إلى فرنسا النهاردة الحلقة الثالثة من كورس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى الاحتراف وفي الحلقة دي هنتعلم الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر التوكيد الدرس يبان أنه هو قواعد كتير ولكن برضو هنشتغل جمل كتير عشان نتعلم نتكلم بسرعة إيه الفرق بين ضمائر الفاعل وضمائر التوكيد وإزاي نستخدمهم في الحياة اليومية نبدأ الأول بضمائر الفاعل ضمائر الفاعل هي كلمات بسيطة تستخدم بدلا من ذكر الفاعل نفسه بدلا من تكرار الفاعل نفسه الفاعل اللي هو بيفعل الفعل في الجملة فمثلا أقول باللغة الفرنسية مختا فا او تخافاي مختا فا او تخافاي مختا مرتا مالو يذهب إلى العمل الفاعل هنا هو مختا فأنا بشيل كلمة مختا وحط بدلا لضمير فاعل يعني الكلمة اللي بتنوب عن الفاعل فالكلمة اللي بتنوب عن الفاعل في الجملة دي هي كلمة إيل إيل يعني هو فبدلا من أن أقول مختا يذهب إلى العمل أقول هو يذهب إلى العمل يعني يذهب إلى العمل يذهب إلى العمل ودلوال تعني درس دموع إلى الفاعل وكل دمير له جملة خاصة به فمثلا أقول يذهب إلى العمل إنتبت كون كندي إلي إيجيبسيين يعني هو يكون مصري إلي فرنسي هي تكون فرنسي إحنا أصدقاء إحنا أصدقاء نو سوزن ديسمبر نو سوزن ديسمبر إحنا بن كون في جهل ديسمبر نو سوزن ديسمبر أنتوم في منزلكم أو حضرتك في منزلك يعني هم بيكونوا مع أصدقاءهم إلصوا عذك لعزمي إلصوا عذك لعزمي هنة يكون مع أصدقائهن إلصوا عذك لعزمي لعزمي لاحظ الضمائر هنا وكيفية إستخدامها في القمل الضمائر هي هتلاحظ أن الضمائر هي جزء أساسي من الجملة وتلاحظ برضو أن بعد الضمير يأتي الفعل والفعل المراضي في الجمل بتاعتنا كلها هو الفعل أدخل يعني يكون والفعل أدخل لما بنستخدمه مع جميع الضمائر بيتم تحويل شكله يعني بيتم تصريفه ودلوقتي هتسمع الجمل مرة تانية وهسيب لك فرصة علشان تكرر ورايا ماينفعش تسكت لازم تكرر ورايا علشان تمرن لسانك على نطق اللغة الفرنسية لسانك على نطق اللغة الفرنسية لسانك على نطق اللغة الفرنسية س總 الظ مالعب One كουμεين ل NES سانك لِأني جميع رحال لسانا satisfaction سانت أمك لسانك合ش لسانك عشان لسانك سانك لارحال بندنسية أي جميع الرحال و بعد ما سمعنا الجمل و كررناها دلوقتي من المتوقع إنك تكون حافظ الدمائر الشخصية و عرفها كويس و كمان حافظ تصريفات الفعل إطرح و كمان حافظت جمل جديدة تضاف إلي زاكرة الجمل والكلمات اللي باللغة الفرنسية اللي عندك ده كل اللي ممكن أقوله عن ضمائر الفاعل. أما ضمائر التوكيد. ضمائر التوكيد هم موى. موى يعني أنا. موى. توى. توى يعني أنت. لوى يعني هم. ال يعني هيدا. نو يعني نحن. فو يعني أنتم. أ يعني هم. إل. 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 طبعا إل أفك إس. يعني هن. ضمائر التوكيد بتعطي معنى التأكيد على الفعل. وتستخدم أكتر في اللغة الشفاهية. لاختصار الكلام. فمثلا أقول باللغة الفرنسية. موى جم لتياتر. موى جم لتياتر. يعني أنا. أنا بحب المسرح. ممكن يجي على بلك سؤال وتقول. هو ينفع أقول كلمة أنا مرتين. أنا موى وأنا جم. ينفع أقولها مرتين. أو. في اللغة الفرنسية ينفع. أول مرة ضمائر توكيد. تاني مرة ضمائر فاعل. في اللغة الفرنسية ينفع. موى جم. يعني أنا. أنا أحب المسرح. ناخد مثال تاني. توى تُ برن لدجوني أو رسطوران. توى تُ برن لدجوني أو رسطوران. توى تُ برن لدجوني أو رسطوران. يعني أنت بتتناول الغداء في المطعم. تلاحظ أني كلمة توى جات جمبتة للتأكيد على الفعل. أنك فعلا بتتناول الغداء في المطعم. أما تضمير لوي. لوي ناخد علي مثال. لوي يل سابل مرتين. لوي يل سابل مرتين. يعني هو هو اسمه مرتين. ناخد مثال كمان. يعني أنا أذهب إلى الحديقة. يعني أنا أذهب إلى المنتزى معه. ففي المثال ده بدلا من أن أقول لا ده غلط بقول يعني معه. مثال كمان على الضمير يعني هل، أذهب إلى الأنبتكول كتيل. مثال كمان يعني حفلت عيد ميلاد سارا عندها يعني في منزلها أما الدمير نو أن أخذ على المثال نو نمو پا لعبن نو نمو پا لعبن يعني احنا بالفعل لا نحب اللحم نو نمو پا لعبن ميسال تاني باول لساك سا نو لساك سا نو يعني الشانت أو الحقيب نهالنا ديتعيتنا سا نو تمام؟ لحظ استخدم دمير التوقيت أما دمير نو فا باول يعني انا بمشي على trottoir مع حضرتك أو معاكم دمير توقيت أما دمير نو يعني هم فا باول مع هن أما دمير يعني هن برضه باول يعني هي بتكون معهن وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة والواجب عليك انك تكتب جمل من تأليفك مستخدما فيها ضمائر الفاعل وضمائر التوكيد تحياتي لكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو شير للفيديو وهنكتب الواجب فيه تعليقات أسفل الفيديو ما تنسوش تعملوا الواجب ده يا جماعة لو انت في فرنسا وبتشوفني مهتم انك تتعلم اللغة الفرنسية يبقى لازم تضغط على نفسك وتكتب الواجب ده فيه تعليقات أسفل الفيديو وده المصلحتك انت علشان تصرع من لغتك الفرنسية وتصرع تعلمك لللغة الفرنسية اما اذا ما كنتش بتهتم بالواجب فانت بتستفيل 50% فقط ارجوكم اهتموا بالواجب لانكم لو ما اهتمتوش بالواجب هعرف ان ما فيش اهتمام بالمحتوى اساسا فبالتالي ممكن ابطل اعمل الكورس اللي انا بدأت فيه عشانكم انتم فلازم لازم تكملوا معاك لو انتم ماكملتوش وكتبت الواجبات في التعليقات يبقى انا كمان ممكن ماكملش معاكم ياريت تهتموا بالموضوع ده اللي فايدتكم انتم تحياتي لكم ونشوفكم في الفيديو اللي جديد اعفا اشتركوا في القناة